عرض طالب وتنبؤ وعد حياته تحذير. التخذ كرار سريع حالة اف الاولى مع الرواب magnets الزمنية والكلمات الاتية. عرض طالب تنبؤ وعد. بعد الكهة. حقيقة بس حقيقة مستقبلية. واحد يقول لي حقيقة هي. طب الحقيقة السابت العشرت ستطلع من الشر. والدرجة يشحуляaton. الماء بتغلع. بين درجة ماقلوه لا دي دي حقيقة علمية سبت. انا بتكلم عن حقيقة في المستقبل. طب ايه حقيقة اللي في المستقبل. دايما اللي حقيقة في المستقبل هو العمر. اه عمرك حقيقة? انا عندي عشرين سنة. السنة جاي بوا عشرين. ما 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 جيبتش حاجة من فازلك. دي الحقيقة اللي في المستقبل. النهاردة اللي ما سنة الخميس بكرة الجمعة. حقيقة في المستقبل. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة ثلاثة ثانية وعشرين اربعة وعشرين اهلا بكم يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل شرحنا فيه جزء كلمة فيه عن والروابط اللي بتيجي بتربط ما بين ما بين ازا كان مضارع بسيط او مضارع مستمر او مضارع تام ونحن تليم مستقبل بسيط او مستمر او تام. في اليون ده بقى نشرح ايه هي اشكال اللي هو ايه هو البسيط ومستمر وتام والكلام ده كله. عندي من من اول شكل بيتكلم عن ايه يا سيدي. اول حاجة بتكلم على ايه دي? قال لي ده اسمه ازاي يعني? انا اول حاجة استخدام واول حاجة تكوين. عشان نعرف ازاي نكون الزمن خلاص انا هبدأ في الجملة في المعلوم الاول فهبدأ معي بالسوبجيكت هكي بحط او هحط خلاص بتيجي مع الاي والوي. طب هتيجي مع كل الضماير. بعد كال يدي نمسال. فبقول الحلقة هتجهز. طبعا الجملة هنا مثبتة. يبقى المصدر. انا هلعب هتقولي كده. اي. ويل. ها. مثلا تنس. انا هلعب تنس. يبقى انا بابدأ معي بالسوبجيكت. مالك كده. الويل. الفيربين. فهنا تفيدون اي اضافات. يقولش. اي. ويل. بلاي. ولا الكلام ده كله. طيب لو عايزان في. بدلا ما قول ويل. وما قول. يا ويل نوت. يبقى ليين. ويل نوت. او وانت طب لو عايزة اسأل. سؤال بهل. وانا عاكس. فهقول ايه. ويل. يو. بلاي. تنس. هل انت هتلعب تنس. تجاوب بها بيس. او نو. طب متى. هقول وات. اه سوري. وين. ويل يو بلاي تنس. امتا هتلعب تنس. طيب. لو انا عايزة خليها مجهول. وانا هبدأ بالتنس. ساعة هحط. ويل. بي. هكيها تصريف تانية يجي بعديه. من بلاي. يبقى يا شباب. يبقى بلاي. طبعا معنا طلاب زوم هنا. معنا آآ مستاذة فجر. وسلمة. ويلاء. وتسنين. صحي كده? طيب. يلا مين يقولي بقى? انا في المجهول هعمل ايه? قال لي هبدأ بالابجكت بالمفعول بتاعي. بعد كده ويل او البرد وحطي بي. بعد كده. يبقى. طيب. يبقى انا بقى فاهم التكوين الاول او. يبقى انا هاشرب مي. فقولي. اي ويل درينك. طب مش هاشرب. طيب هل هتشرب. طب عايزة خليها باسيف. يبقى اقولي. المية هتتشرب. تصريف تانية يجيب عليه. تكوين لازم حافظ التكوين بتاعه او فاهمه. آآ قبل ما اخش على طيب. ايه هي استخدامات. استخدامات. انا عاوز دي عشان اعبر عنها. هنحفظ مع بعض. اول حاجة عرض. عرض. آآ باعرض عليك حاجة. انا لما اجي اعرض عليك حاجة استخدم ويل. وانا عندي اشكال كتير ما مين بتقولي ويل والمصدر ولا جوينج تو. خلناك كلامنا طبعا بكده. ولا اموزار اين جي ولا اموزار اآ اه اجوينج تو انفينيتر ولا 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 بي فيرب اين جي ولا ولا بي بي اخد انهزامة فيهم كلهم مستعبل. واحدهم لا يمسطل لما اشوف كم التمور اقول كل مو مقول يا حبيب مستعبر. انت هتختر انهي. هتختار حسب الاستخدامات. حسب ايه? الاستخدامات. يبقى اول حاجة لما انت الاسخدام عند هنا في اوفر في الجملة يبقى انا انا هكيمل لك انا التقرير ده انا باعرض عليك هنا فيمثر يبقي انا باعرض عليك عمل شي او اقدم لك خدمة او دعوة طيب انا هجهز الترابيزة فوريو مام هجهزة لك الترابيزة شون قهوة يبقي انا باعرض عليك خدمة باعرض عليك حاجة باعرض عليك اه شي اي بان انا باخد ولك بين في الفر ويلي بتايجي فين يا بنات كلموا في القف يعني يعني طلب ازاي طلب يعني انا بطلب حاجة ممكن توريني فاعل مصدر ممكن توريني ازاي بتبعت ايميل لو سمحت مصدر هو ممكن تجيبلي الابتوب يبقى واكد برطوب منك حاجة ازاي اللي عاوزها في حاجتين لحد دلوقتي هم الوفر والريكوست العرض والطلب طيب عايزة لما تتكلم على يعني تنبؤ بس بدون دليل طيب يعني مش مديني معطيات في المضارع تسمحني بوقوع الحدث يعني فجأة كده اوه يعني مثلا ايجيبت ادي الفعل هو مصر هتفوز في النكست افريكا كابوف نيشنز واحد يقول له الله يا عمو انت ايه اللي عرفك ان مصر هتفوز اوه كده توقع تنبؤ تنبؤ بس دون دليل رودانا تطلع الاولى هل انا بديني معطيات او حاجة تقول ان رودانا تطلع الاولى او لا اذا ده اسمه تنبؤ بدون دليل طيب بعد كده ويمكن في هذه الحال ها ان تبدأ الجملة بعبرات تحتوي على افعال الافعال دي اللي هي يعني تقول عدم تأكد زي اسم اه فيل شور يا شرب تأكد هنا اه دريسي اه دريسي اكسبكت نو think believe doubt hope suppose wonder be afraid يعني يا خشا اعتقد يا شك يبقى حاجة دي كده برضو تعبيرات بتدل على استخدام ام شور انا متأكد ان احمد will come back سون هيرجع دلوقتي ها فولك اي فيل ابيت هنغري انا بشعر بيقو اي تين اي لحف سمثن انا اعطاك ان انا هاكل حاجة اي سببوز يبقى انا عندي يا بس سببوز اي بقى يثينك سببوز حسام will sell اه his motorbike اي تزاعد اشك اي لجو اعود سونايت ان انا هاخو جليلة لان انا ام تسو سايرت انا تعبان جدا طيب كل ده بتعبر تنبؤ بدون دليل لاحظ ان الصفات الشخصية خلي بالك لا تعد دليلا مش معنى انه هو شاطر خلاص بطبيعته ان هو يعني هو صغير شاطر معنى ان هو في كل امتحانات هيقفل مش معنى ان محمد صلاح سريع يبقى صفة ثابتة فيه معنى هو هيفوس في كل موتوشة يبقى الصفة الشخصية لا تعتبر يا شباب لا تعتبر دليل الصفة لا تعتبر دليل ازاي بص ملك ملك ايوة هتنجح ملك هتنجح فين في امتحاناتها هو قال لي ان هي شاطرة طب ليه قال لي ما قاليش مسلا اقول لك لأول قال لي عشان ان هي شاطرة دي صفة ثابتة خلاص ياسمين و جزهة لديهم عين خضراء عشان كده هل ده تنبؤ بدليل ها ولا ده مش دليل قال لي الصفة لا تعتبر دليل خدنا ثلاث حاجات لحد دلوقتي بعد انكم فكروني كده بيوم عرضه طالب وتنبؤ ها عرضه طالب وتنبؤ عرضه طالبه ايه وتنبؤ التنبؤ معايا مبني على على دليل ولا بدون دليل بدون دليل شطار الله ينهض علي طيب بعد كده عندي ها promise كلمة promise وضي مينغو promise promise يعني يوعد يبقى عندي او ريكوست بريدكشن و دا و دا بعد كده وعد بوعد واحد حاجة اي promise انا بوعدك بص كده when you pass ها لما انت pass يعني ها تنجح في الامتحانات خلاص لما تمر بنجاح يعني تنجح هاوديك رحلة لبريس يا معل اللي بدت اسبوعين ايه دا دا وعد خلاص عرض طلب تنبؤ وعد بعد كده حقيقة بس حقيقة مستقبلية واحد يقول لي حقيقة طب الحقيقة السبتة الشمس تطلع من الشر والدرجة مش عارف الماء بتغلع عندي من درجة ما وقالوا لا دي حقيقة علمية سبت انا بتكلم على حقيقة في المستقبل طب ايه الحقيقة اللي في المستقبل دايما اللي حقيقة في المستقبل هو العمر اه عمرك حقيقة انا عندي عشرين سنة سنة جايبوا عشرين ما اجيبتش حاجة من فزلك دي الحقيقة اللي في المستقبل النهاردة سنة الخميس بكرة جمعة حقيقة في المستقبل خلاص يبقى هنا حقيقة يبقى احمد هيبقى يبقى في يوما ما الناس هتخش المكتب بتاعي ده عارف في يوم الايام في ناس هتخش المكتب وتورد على مكتبي ويعمل وظيفتي طب ماشي طب ده حقيق هنا احداث ليس للفاعل او رغباته او ارادة او ده خلفية طيب نمبر سيكس هي التهديد اه تهديد ازاي عم التهديد قل لي بص يا سيدي ثريتين يهدد ثريتين ثريت تهديد يعني ايه تهديد بهددك اذا كنت لا تفعل ايو رو مورد اذا كنت اقتلك يبقى لا بهددك هنا ماشي توقف عن اهدار وقتك انت مش ايه مش هتحصل على الفلوس مصروفك لا تكذب او او ايلا ايو بوت هوت بيبر هحط الشطر بقاك او هنا بهددك طيب بعد كده تحذير عام تحذير عام يعني مش حاجة انا شايفها زي تهديد كلم زي طب بيكر ثم تغليك حريص او او ايلا او ايلا هتغدع حد يضحك عليك انا مش شايف حد يضحك عليك بس او اخلي بالك انا شايف حد عليك فمزي بقى انا بحذرك عرض وطالب وتنبؤ وعد حياته دي التحذير اتخاذ قرار سريع اتخاذ قرار سريع اه ايه هي واقع اتخاذ قرار سريع لا سيدي بص لا سيدي يعني انا مجد هنا ماشي ازاي بيقول هنا ايه اذهب من افetto سأسط정 هارد مش هستنق ايه سأسطي المترجم لا والد يلغي اه ايه س organis Aí انا سبت الشباك مفتوح ايه I'll go and closet انا هروق وسأقفله وات و هل تحب أن تأكل ماذا؟ لا تتعلم عن 6 سنين لا تأخذ كرار سريع أنا أريد برجل لو أسمحك هذا طلب طلب بسرعة عليه كده مستر هنا لكي هذا هو قرر مبنى على قرار سريع عرضه طالب وتنبؤ وعد حياته تحذير تخص كرار سريع حالة اف الأولى مع الروابط الزمنية والكلمات الآتية حالة اف الأولى قدم تضرع بسيطة لو قعت البيضة ستتكسر لو ذكرت هنا احتمال حدوث الفعل وين ما وين زي اف هنا في الحلقة دي لما الدنيا تبقى حار شوية كده نبدأ في تصل حضبتنا يبقى لو عمر كزا يحصل كزا فدسم احتمال حدوث الفعل فاخدنا حالة اف الأولى مع الروابط الزمنية اللي احنا اخدناها الحصة لفاتل اف تر و بفور و تل و ام تل نظرع بسيطة نحية التانية مستقبل طبعا مرضنا دي بتيجي مع كزا مستقبل بس برضو هنا بتيجي مع وين والكلمات الآتية اللي هي ايه الآتية دي هوب بريدكت اكسبكت ثين شور بروبابلي بروميز بليف برحبس ديفينتلي سورتينلي طعالا نترجم هوب يعني ايه اللي يعني يأمل ها بريدكت يتنبأ ها إكسبكت يتوقع ثينك يعتقد ها يتأكد ها من المحتمل يوعد ها يعتقد روبا ما ديفينتلي ها أو سورتلني بالتأكيد عشان ان العايز يكتب ومع الملزمة يعني يكتب فيها اوكي ربما اشوفه في البورتي طب يمكن استخدام مستقبل بسيط في جملة راسية مع رابط الزمنية قلنا رابط الزمنية اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت افتر ويفور اللي هو ايه يا مستر انا هجاوله وبص هنا برضو بقولك ممكن استخدام مستقبل بسيط او مدى مستمر مع الترتيبات المستقبلية ماشي يعني ايه بيقولك هنا هيوصل الساعة التسعة فالنحية التانية هنا هو عارف التفاصيل بعد كده طب الجملة هنا غلط ليه هقول غلط قال لي عشان هنا عندي افعال اسمها افعال حواس ومشاعر وإدراك افعال الحواس ومشاعر وإدراك خدها مع البسيط وده احنا طبعا نسبتين القامة دي عندكم ان افعال حواس والإدراك حتى لو في حاجة بتدل على المستمر فيها اي زمن ايه كان ايه وعا تيجي مع المستمر تيجي مع البسيط كل اogle طبعا يحم소�gado لمدة طبعا الحاجات المستمر نعم لأيوه بس لما يبقى الترتيب ده مع فعل حواس ماخد ش مستمر اخد البسيط وصلت في المتوى دي ولا لا؟ ردو بقى ردو علي يلا ها اي سبيد اس مدسين افر اي ها لانج ناخد اسود ماشي يلا اي سبيد اس مدسين افر ادي افر ايه؟ او جيب عدم برا بسيط يبقى ايه؟ ويل تيك يلا فاجر من اللي قالت؟ فاجر ماشي يلا يا الاء هذا الدواء بدأ بالدواء بقى يا الاء ايوه هي دي بس هي معقولها غلط ها؟ ويل بي تيكن الدواء هيتاه طيب هنا مبنى مجهول متوقع يلا سلمة متوقع ان عمر افرس نيكست تير ويل كام لأ ويل بي كام ده مبنى يعني هيوقتن لكن هو اللي هيأتي هيطلع الاول خلاص يا له من فستان رائع كله عارفة دور بافتر تكمله يلا من الاول اطرق هذه الشنطة ده كده افر كامل اطرق هذه الشنطة اطرق تلك المناتبا لو انا ما سافرتش هاجي عيد ميلادك او عيدك يبقى اللي علي الدور بقى يا شبابي مش احنا هنا اللي علي الدور لو الدنيا متأخر كده في مشكلة في مشكلة طيب صلى الله نجي بقى لجوينج انا حاول حاجة افهم التكوين برضو كله انا هقوله ده مصدر في الموجول بتاعه بي وتصريف تلك تيجي بعديه فانا هو لو التكوين بتاع قدق بالسوبجكت ليش يا سيد ايدي السوبجكت او فاعل او بقى ام لو هنا اي از لو هنا مفر او لو هنا جمع بقى بقى جوينج تو والمصدر طيب لو اعزن فيه حطه نقط دي نمسال او بقول لك شي هي اتذكر انجليز عايز ان فيه ايز انت يبقى جملة زي ما هي عايز اسأل يبقى ها يتذكر ان تدعا اول انجليز هاول English is going to من احضر ب studied فهمنا يا شباب يبقوا the cooking أيوة is going to be done لازم يعفل لتنين دول بيو تصريف سرتيجي بعدين ده المبنى المجهول طيب انا عاوز going ليه بقى عشان اعبر عن نية خطة قرار تنبؤ بدليل تحذير شايفه نية خطة قرار تنبؤ بدليل تحذير شايف يبقى انت خلي بالك انا هربط دلوقتي ما بين ويل وما بين going يبقى اتفقنا ان ويل عايزة فيه افرد تاني ها عرض طلب تنبؤ تكره promise fact three ten warning قرار سريع مش حال بعمالي يبقى تاني ما ننساش ويل عاوزة فين اذا عرض وطلب وتنبؤ وعد حياته هديد تحذير اتخاذ قرار سريع حالة اف الاولى مع الرابط الزمنية والكلمات الاتية زي ما احنا شرحناه بالتفصيل طيب نية خطة قرار تنبؤ بدليل تحذير على وشك الحدوث زي نية الانتنشن بتاعتيها العمل شيء ما يبقى اولا حولك يا والله اول ما شوف كلمة انتنشن خلاص او انتند العمل شيء يبقى انا هاخد ايه خلاص يديني مثال اولاك ايه ام going to meet احمد انا هابل احمد at the station at night I intend to برضو intend to do هتساوي going to I intend to meet احمد at the station at night طيب هل انت مخطط anything for the weekend انا هزرع بعض الاشجار انا هزرع بعض الاشجار in our garden يبقى انا هنا بيعبر عن الايه عن النية خلاص وهنا هيعبر لي عن الخطة طيب بعد كده على القرار القرار مسبك ازاي انا قررت انا برضو قررت مهمة برضو كلهم معناهم انا قررت فهاخد going to نية خطة قرار هم اصلا قرروا كده هم اصلا قرروا كده we have made up my mind sorry i have made up my mind i'm going to do انا قررت خلاص ان احمل اكسرسايز في تنبؤ اه بس مع وجود دليل يبقى احنا خدنا في بدون دليل لكن هنا مع وجود دليل مع وجود يا شباب دليل طيب اديني مثال هو رح لك بصر الصحب ايه هتمطر طب انا ليه عشان اطلت بصر الصحب بصر الصحب هتمط طب هي هتخلف عرفت منين هي حامل خلاص طب المعنى بتاع going to ده هل ممكن تيجي معشور وفريد وبليف وثينج زي ويل اه عادي جدا لو في دليل ها this boy looks very pale يبدو شاحب ها وشه باهد i think اعتقد هيغمع دي حد بقى سؤال مهم هنا حد فاكر لما قلنا من الصفات الشخصية ليس الدليل طيب هو انا هنا ما دي صفة مستر رفن ما قوله انه وشه شاحب وباهد قال له اه بس دي مش سبتة دي وقتية هو مش عا طول وشه بهد ومش عا طول اجزاص التعبان او تايرد هو تعبان دلوقتي هينام طب انا متوقع ان هو هينام فما ابني على دليل ان انا شايفه ان هو تعبان فدي صفة مش مورود بيه يعني ايه صفة وقتية خلاص طيب تستخدم مع الرابط الزمنية بتدل على النهي خلاص يبارو دينا is going to ها دينا is going to work هتشتغل خلاص in private hospital خلاص لما هي تتخرج طيب خلي بالك معي where are you going to live when you finish your studies انت تروح فين لما تخلص دراستك قالوا هنا او ايه يبقى انا هنا قلت وين حطيت رابط زمنية برضو زي ما استخدمنا معه will خلي بالك معي من فعل come وفعل go تمام الاتنين دول خلاص اه ويستخدم المضارع المستمرة الذي يبدو ملائما اكثر بمعنى انا الوقتي مثلا لو لقيت come او go بس انا عايز استخدمها مع going to قال لي لا بدء استخدمها استخدم مضارع مستمر يعني مثلا تقولي i am going to go اللي هو جملة دي اهيه او i am going to come قال لي لا قول i am going او i am coming يعني استخدمت كده المستمر بداله خلاص 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 طيب يلا مع بعض يلا الحل مع بعض يلا يا فجر i space the next bus as planned ها اه اه هنا في planned i am going to take اللي بعد the next bus as to be sentine a by me as planned هنا بقى انا خالها اخد الوتوبيس طب الوتوبيس is going to be taken تمام is going to be taken طمام طمام يبا هنا is going to be taken لذا مبني للمقول I have I have a plan أنا عندي خطة I speak the quality of our products أنا عندي plan طالما قال لي عندي plan يبقى طب بصوا هنا خليدي اتباع عشان تبعيد على plan الخطة هتزود من المبعات يبقى أولا زي is going to increase he has already decided هو قرر طالما قرر يبقى برضو going to طالما قرر يبقى going to طالما قرر يبقى أولا is going to be sold is going to be sold is going to sell طبعا be careful خليك حريص honey هتقع يبقى تحذير على وشك الحدوث you are going to fall you are going to be sold you are going to be sold بالله طيب خش على المستقبل المستمر اولا ايه هو future continuous ده اللي بص يسيب اول حاجة هو مستقبل مستمر يعني حاجة هتكون مستمرة في وقت محدد في المستقبل يعني بكرة من الساعة كذا الساعة كذا هكون بعمل كذا بكرة من خمسة الساعة هكون نايم هكون بذاكر هكون وهكذا يبقى هنا بنتكلم على حدث هيكون مستمر في فترة معينة في المستقبل يدينا مثال المستقبل المستمر هبدأ بالفاعل حط will او may بعد كده امتى may لو انا مش متأكد ها ها في الاسبات معي او في النفي بان بقول will في النفي بقول ايه want خلاص بعكها be verb i n be verb i n يا شباب verb i n طيب يدين مثال بقول له reem will be doing at the housework all morning يعني يهي الكلام ده يا شباب ريم will be doing يعني هتكون بتعمل يعني هتكون بتعمل في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده خلاص بكرة الصبح ريم هتكون بتعمل في الوقت ده اعمال المنزل يبقى حدا سيكون مستمر في وقت محدد في المستقبل اسمه ايه مستقبل مستمر اللي جاي كله سهل بقى خلال بالك ممكن تستخدم مي مكان ويل قال لي بس بشار ده الكلام ده لما تكون الحاجة فيها عدم تأكد خلاص فهيقولك يبقى استخدامات اللي هو will be حدا سيكون مستمر في وقت محدد في المستقبل حل من كذا لكذا يكون بقى من كذا فيبقى عندي هنا او يبقى عندي هنا وقت معين يبقى عندي هنا في فترة هيستمر فيها الحدث ده فهيقول لحولك عمر will be watching a football match at 9 هذا الوقت this time هذا الوقت هتسافر امتى في الوقت ده خلاص هكون مسافرة في الوقت ده المانجر هيكون بيعمل interviewing some applicants لبعض المتقدمين للوظيفة من الساعة ثلاثة لحد الساعة خمسة يبقى في الوقت ده عشان نعبر عن شيء هيكون سائد او متعارف عليه سائد او متعرف ايه شباب علي ازاي يعني اقول لك in 10 years time في خلال 10 سنوات more people will be living حاجة هتكون متعارفة الناس كتيرة هتكون عايشة في مدن جديدة ماشي مالي حاجة هتكون متعارفة عليه فهستخدم برضو الزمن ده طيب هنستخدم الزمن ده عشان عبر عن حدث هيقع مستمر هيكون لما حدث ثاني يقع بمعنى ايه بقول لحلك when you return when you return home لما ترجع البيت I may be preparing lunch هكون بجهز الغداء طيب بتيجي مع ازباب مع رابط السبب والنتيجة تبرير عن شيء في المستقبل I can't اول ما تشوفوا يا شباب كلمة can't هتقول استخدم مستمر اذا كان مستقبل مستمر او مضارع مستمر I can't go to the club I can't go to the club next Friday because لاني I will be planting هكون انا بجهز الايه ال planting خلاص هكون انا بزرع الشجر in my garden طيب ممكن بقى مهمة الجملة دي بقى النتيجة في صيغة استفهام صيغة هي شباب استفهام للطلب او السؤال عن معلومة بشكل مؤدب بشكل مؤدب ازاي طيب هون بتاعدي عصابتنا خالص تمام Will you Will you Be using your digital camera tomorrow هل انت هتكون بتستخدم ال digital camera بكرة خلاص هنستخدم عشان نعبر عن احداث مستمرة خلاص ومستمرة الان ونتوقع ان تكون مستمرة كمان في المستعمل مع كلمة still هزاي ها بقول لحركة The number of people عدد الناس May be still May still Be increasing احتمال يزيد In the future يبقى حاجة متوقع احداث مستمرة خلاص في المستعمل طبعا احنا اتفقنا ان اي افعال حواس ومشاعر وادراك وتفكير مجيش مستمرة خالص بمال هتيجي فينة مستر هتيجي بسيط خلاص يبنفعش ايه حتى بقول لك حتى لو ما حد دلوقته هو ده اللي يكون جملة بتباشر حمل شوي At seven tomorrow At seven tomorrow مقولش Will be containing لا لا خلاص الحمام يحتوي على مية هنا مفيش فعل حركة فعل حواس يحتوي هو يحتوي على مية خلاص فنفعش ونساوي فيكون يحتوي على مية فيها ذرة مايفعل خلاص الصباح انا طول الصباح في الوقت ده ها يلا فجر لست تقلال ستقلال 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 لو تصلت بها الساعة خمسة يا سلمة ها؟ I will be sleeping هكون نايم بس رحقل في اخر جملة يبصت يا سلمة I'm not sure مش متأكد بصراحة يبقى ليه؟ ما انا مش متأكد هكون نايم في الوقت ده ما هو برضو في وقت بس طالما انا مش متأكد اخد ايه؟ ربما انا مش متأكد طيب كلمة possibility يعني مجرد possibility يعني احتمالية يبقى ليه؟ ها؟ الطلاب يبقى ها؟ ها؟ مابي؟ ستد مابي ستد مابي ستد مابي ستد مابي ستد من ساعة خمسة الساعة سبعة ها؟ ستد اللي بعد I space for my exams so I can't go out with you اول ما بيقول لي I can't اخد معها ايه؟ ها؟ ها؟ مستمر يبقى ليه؟ مابي ستد مابي ستد خلاص خلاص الناس بتسوق الوقت البيتروب كارز هيكون لسا بيزوها في خلال تلاتين سنة يبقى حاجة ما متعرف عليها يبقى بص يا سيدي اللي بعده بيتكلم على ايه؟ مستقبل تام من الاخر المستقبل تام فاعل ويل او نفي طبعا وفي المبنى المجهول بابدأ بالمفعول ويل او وانت بعد كده بي بي طب ايه المستقبل التام ده؟ هنا مش هتكون حاجة مستمرة هتكون حاجة خلصة بقى خدنا البسيط حاجة هتبدأ المستمرة هتكون حاجة مستمرة التام هتكون الحاجة دي خلصت في الوقت ده مش هتكون ولا مستمرة ولا لسه هتبدأ يبقى لو انا بقولك مثلا ايه بكرة الساعة خمسة انا هبدأ اذاكر فاقول بكرة الساعة خمسة هكون بذاكر فاقول ويل بي اينجي بكرة الساعة خمسة هكون خلصت يبقى ويل هف في بي اللي هو التام يبقى التام انا عاوزه امتى؟ لما يكون حاجة تكون دي هتنتيه في الوقت ده يبقى حدث ها سوف يكون قد تمه قبل حلول وقت معين في المستقبل وعادة بيجي مع تعبيرات زمنية اللي بتبدأ بي باي وبي فور بقولك ايه؟ ادي المستقبل التامه هيكون وصل بفور فايف يبقى قبل الساعة خمسة هيكون وصل في الوقت ده هكون بس مع نتائج امتحانات في الوقت ده يبقى الحدث هيكون تم فاحنا هنستخدم المستقبل التام عشان عبرها حاجة هتكون انتهت او تمت قبل وقوع حدث اخر في المستقبل يعني بصوا كده شباب انا بقول احنا اتفقنا ان بيجي بعدها مضارع بسيط او مستمرة او تام فاجي بعدها البسيط اهو يبقى كده مفيش مشكلة في التجمل دول قال لي انا لو قلت لما ماما توصل هنضف يبقى لما تيجي انا نفسه هبدأ انضف لكن لما اقول لما ماما تيجي يبقى لما تيجي هتلاقينا احنا بننظف اصل يعني في نص التنظيف يبقى مستمر لكن لما اقول هكون احنا خلصنا التنظيف فهمتوها؟ طيب حلوة طيب يبقى هنا التنظيف هيكون ايه؟ خلص سلام يعني انا انا معاوز اكتب السلام ممكن استخدم مستمبل التام والازملة التانية مع تعبارات زي من اللي احنا هنا this time او in this year in a year's time خلص اول ما اشوف this time وننزق برضه املكز في المستمبل التام طيب نفس الجمل اللي احنا قلناها هي يبقى انا مجد قلتلك او this time tomorrow this time tomorrow ماشي لو قلت يبقى انا هكون خلصت التقرير will be writing يبقى انا هكون لسه بكتب يعني في نص الكتابة will write لسه هبدأ بقى ان شاء الله هكون بالكتابة خلص؟ طيب english will be spoken الانجليزية هيتحدث by half the world's population by 2050 واحد يقول لي الله وانت ليه قلت لي لما اشوف vi استخدم مستقبل تام والها في بيه وانت هنا استخدمت المبني المجهول في المستقبل البسيط هقولك انا ليه عشان انا بقول ان في 2050 لو انا قلت ان مستقبل تام معنى كده نخلص يعني ما حدش هتكلم نص العالم هتكلم في 2050 انجليزي نا كده ماشي ينفع يزيد تاني لكن ينفعش طبعا هو طبعا ممكن يبقى اكتر من نص العالم فطالما الموضوع لسه قابل لتزيادة او قابل الاستمرار ما ينفعش اقفله بالتام بقى ما هو التام يبقى هيكون انتهى وصلت ولا لا الحدث بتاع الناس هتتعلم انجليزي هيتوقف ولا لن يتوقف لن يتوقف يبقى انا بقول بصوا اول ما بشوف vi بستخدم التام بس ركز بقولك الناس هتستخدم طاقات متجددة من الطاق طب الشاطر المصادر متجددة من الطاق طب ليه بقى ليه ما خدتش اقوله عشان انت لو قلت بعد كده مش هيبقى فيه اكتمال للحدث يعني مش هيبقى مستمر يعني هما خلاص هيستخدموا في الوقت في 2040 يعني 2041 مش هيكتشفوا حاجة دي ده طب 20 خبسين طالما الحدث يا جماعة لسه قابل الاستمرار والتجديد ما نفعش نقفله بالتام بالتام يبقى اكون انتها خلاص وصلت فهمين اولادا لا المستمر المستمر فاعل ها ها المستمر هقول ايه فاعل يبقى في حاجة حاجة مترتبة يعني محدد الوقت اللي انت رايحه ومحدد المكان وكل حاجة يبقى انت مرتب يبقى انت مرتب هنروح القاهرة هنسيب القاهرة ساعة خمسة بكرة يبقى انا مرتب محضر شنطتي هي هتسافر انديا الهند مش هتلك قبلها توك توك لا لا لكن شي هاتفوك ده تيكت حاجة زي التذكرة قبلها خلاص طالما محدد للمكان والزمن حفلات وعيد ميلاده وجواز والكلام ده كله طبعا ها خلاص المقابلة كل الكلام ده هتستخدم معها المستمر كلمة كنت برضو تستخدم معها المستمر المدارع البسيط اللي هو البرب بتاع الاما مصدر لاما اخره اس يولى كلمة starts مثلا الاطرة يبدأ ساعة leaves هيغادر الساعة كذا stops هيراقب ساعة كذا ده دايما مع جدول الموعيد مواصلات وبرامج وافلان الفعل بتاعي اما مصدر لاما مضاف له اس أو the course starts طب لا عايز ان فيه doesn't ها doesn't don't must doesn't finish my client leaves طيب وكلمة بتدول على المستقبل دول بيجوا مع كل ازمنة المستقبل عشان بس يبقى احنا فاهمين بصفة عمش هاشو اللي دي هتاخد معاها ايه ودي بتاخد معاين طيب هركز معاين في الرابط اللي احنا اخدنا بكده after and as when the moment يبقى ده مضارع البسيط او مضارع تايم ونحل تانية مستقبل لو جات في النص هتعكس بكده انا خلص الجزء ده بتاع في يونت ايه كده كالجرامر كامل خلص معاك ها buy this time next week في الوقت ده الاسبوع الجاي well راح عملك question هنا سؤال ها مين على الدور نبدأ من الاول نبدأ بمين يلا يلا سلام اللي مين معاي يلا فاق ها buy this time next week will ايوا we have that our house ah will we have طب اول ما بولي buy buy this time يبقى مستقبل ايه مستقبل تاماوي i will have got our house painted هلا يكون بيتنا الدهن بيسأل هنا سؤال او طيب يبقى في الوقت ده by this time next week في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم هل بدنا يكون الدهن طيب i space 60 ها يبقى عندي ستين سنة البعض will be will be تسنيم البعض ها سلم don't worry don't worry لا تقلق بس 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 اول ما بيقول لي بغاية سلمة ركزي في التام حيدي ماشي اول ما بيقول لي بغاية ركز في التام فين التام هنا التليفون هيكون تصلح ها فين التام اه اه حيرو ده مجهول وده معلوم ها لا لا التليفون بتاعك يبقى قوله ايه will have been will have been هيكون تصلح ها لبعضه we hope لما نلاقي hope يبقى will win صح لبعض دي علاء يلا فاجر for the next year احمد will have worked طيب حلو هيكون اشتغل يعني هيكون اشتغل على المشروع في اسكندرية يعني كون خلاص خلاص شقوله يعني ولا هيكون قولك for the next year السنة الجديدة كده احمد هيكون في الوقت ده شغال على مشروع هندازة في اسكندرية يبقى will be working هيكون شغال will be working on حد حاجة حدث هيكون مستمر ماشي by 2015 مين لي يحل معاي by 2015 i think that astronomers اعتقد ان astronomers space new planets ها will have found by next October by next October my father my father space a bigger house by 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 my parents will my parents will my parents will my parents will have a start by by next October i space the university university نفس الكلام اللي بقوله ها will have joined ايه انا بقولت بقى اي مرة خلاص اي مرة احدا As soon as you push the button. بمجرد انك بتضغط على الزرار الباب مجرد انك بتضغط الباب هيفتح. طب As soon as من الروابط هاي. هيجي بعدها مضرع بسيطة نحاة تانية مستقبل فين؟ Will up. ما ما فيش غيرها. Will up. فعش going لازم بقى فيه is. Space bread before you come home. ممبر 11. ها. Space bread. ممكن تشتري برد قبل ما تيجي البيت. ها. Will you buy. لاني ده طلب. مشي احنا شرحناها. I space to the theater until. خلا بقى كانوا until جملتها منفية. طبعا بلاها ايه. بلاها future. ها. يلا. You want to go. I want to go. انتوا ليه بتبطقوا ليه كده. عايزين اسرع شوية. When I return home. عندما اعود الى المنزل. I space studying because I have a headache. لان انا عند صدوع. طيب ها. لما ارجع البيت. يبقى انا هابدأ مذاكرة. ولا مش ابدأ مذاكرة لان انا عند. I have a headache. I want to stop. I want to stop. I want to stop. When we have done the experiment. لما نعمل التجربة دي. We space the results with the science teacher. We'll discuss. Yes. هنناقش النتائج. يلا شباب احنا كده كده انتم تفكروا في ايه اصلا يعني. في حاجات مش هتنفع يعني. خلاص يعني في حاجات هنا ما ينفعش الجوفينج لازم قبلها مزهار. وهما ايه ما فيه جهدية دي. مش محتاجة. number 16. ها ملع الدور. Do you think that artificial intelligence. اللي هو الزكاء الاصطناعي. space doctors and nurses. will replace. سوف يستبدل. I think it hot tomorrow. بكرة تبقى حر. ما عنديش دليل يعمل حق بالله. ها. will be. will be. I hope. اتمنى ان ال exam space difficult. انتحان ما يكونش صعب. يبقى. won't be. I will start writing the reports once. من الرابط اللي يجي بعديها. مضارع بسيط او مضارع تام. اللي موجود هافضا شطار. government departments. اقسام الحكومة. typically عادة بتبقى الساعة تمانية. تفتح الساعة تمانية. طيب هنا. مضارع بسيط. لان ده. time table. للموعيد. يبقى. يا مصدر. يا اس. يبقى. open. طيب. يا اس بالساعة. we have run out of salt. I spaced to the shops and get back. get a bag. و I will go. انا هروح. هل تريد أن تبدأ بذلك؟ مهلا قرار سريع اتمنى ان انا اجي اتمنى بعض ولكن هانا بص تقدر تيجي معانا بكرة قالوا والله نفسي اجي لكن انا في الوقت ده هكون بالعض يبقى ستبقى طيب ستبقى ستبقى اولنا يقولي انا برضو نستخدم مستمر ها ستبقى اتوقع انه ردينا ستبقى انجنير هي شطرة في المائث ها ستبقى انجنير طيب من 9 ال11 يبقى وقت محدد هكون باحضر مهم يبقى ستبقى ستبقى لا تقلق ستبقى 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 حتى لا تقلق لا تقلق ستبقى انتبقى كلمة انتبقى ستبقى 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 اشترك حالا هنا مادت لي ده 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 رابط خلي بالكم. يبقى عايز بده ده مضرع بسيط يا مضرع تاني يبقى هاز جات. اعتقد ان الاحتباس الحالي هيبقى اسوأ في المستقبل. عندك دليل يا عمال حق? ما عنديش دليل ولكن هو هنا هيبقى استمر ها. يبقى هو ليه? كده تلاتين جملة على الجزء ده. طبعا معكم في المنزمة واحدة كده او هنا الصفحة اللي بعدها تبقى ويبقى المرة الجاية نقفل بقى او نخلي له حصة كده بقى نقفل له احنا مع طلاب زوم. اه طبعا على يوتيوب بنزل الشرح بس اللي يبقى زي كده. عطول هنزل الشرح بالحاجات اللي هي رخامة شوية. مع الكتاب العايز يحل اكتر. ويشترك مع طلاب زوم اللي بقت لنا. في كزا جروب ان شاء الله. ونشوفكم على خير مرة الجاية. ربكم استفدتم. فشو بقى تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.